قبل من خش على الصحافة وقالت ايه؟ كالعادة عندنا بعض الأخبار السريعة اللي بنقولها لحضراتكم من خلال المحترف فيه يمكن رومرز أو بعض مواقع كتبت عن نجمنا محمد عبد المنعم وبيقول انه ممكن يكون حيتوقف المباراة مباراة السنغال القادمة يعني حضراتكم عارفين مباراة السنغال مباراة يعني مهمة جدا لوصول مصر ان شاء الله لكاس العالم القادم بحجة انه خاد انذار في طبعا مباراة النهائية امام السنغال حصل على الانذار وكان عنده انذار قبل كده بعض الناس اللي هتتقول خلاص طالما كده يبقى هيتوقف المباراة مباراة السنغال القادمة طبعا الكلام ده تعاري تماما من صحة يعني طبعا هو حصل على الانذار التاني ولكن تبقى او يقبط توقف في نفس البطولة يعني هيكون هو اول مباراة في تصفيات كاس امم افريقيا 23 حيغيب عنها نجمنا محمد عبد المنعم ولكن حيكون متواجد اكيد في صفوف فرقتنا ان شاء الله يعني ربنا يدي له صحة ويبعده عن الاصابات حيكون متواجد ان شاء الله باذن الله في المباراة المباراة الفاصلتين امام المنتخب السنغالي المؤهل لكاس العالم زي ما بقول لحضراتكم الانذارات على نفس البطولة ما ينفعش يكون تصفيات عن مستوى هو خد طبعا في كاس افريقيا وبالتالي لو خد انذار في انذار تاني بيتوقف المباراة اللي بعدها في نفس البطولة اللي هي تصفيات كاس العالم تصفيات افريقيا لـ 23 لكن على مستوى كاس العالم دي بطولة تانية خالص وتصفيات تانية خالص كل التوفيق لمنتخب نروح على المستوى الاوروبي شوية نادي المان سيتي بيجهز عرض كبير عشان يقدمه لنادي بروسيا دورتمون من اجل التعاقد مع النرويجي هالند طبعا مهاجم الفريق الالماني في الموسم المقبل صحيفة ايس الاسبانية قالت ان منشستر سيتي هيقدم عرضه بقيمة 80 مليون يورو بالرغم ان في بعض التقارير او التقارير بتقول ان هالند عنده شرط جزائي في عقده بيسمح له بالرحيل عند روسيا دورتمون الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو اشارت ان منشستر سيتي كمان بتفوق في صفقة هالند على يعني خلي بالكو هالند العيب يمكن هو دلوقتي رقم واحد في سوق الانتقالات طبعا معه اعتقاد امفا بي خلاص اعتقد وجهته خلاص لريال مدريد لكن يبقى هالند هو الصفقة الاولى في مرقاته القادم مرقاته الصيف منشستر طبعا نتكلم ريال مدريد بتقدم عرض بتتكلم على المان سيتي بيقدم عرض باريس سان جرمان مهتم بهذا اللاعب ولكن يعني النهاردة اعتقادي المان سيتي هو الاقرب هو الاقرب لضم هذا النجم الكبير على مستوى المرقاته الصيفي في طبعا الصيف القادم يعني كمان كان برشلونة دخل على الخط شوية في سباء طبعا الحصول على هذا اللاعب لكن من خلال منافسة ريال مدريد المان سيتي باريس سان جرمان اعتقد مع الظروف كمان المالية لبرشلونة اعتقد الامور هتكون صعبة جدا انتقال هالند لبرشلونة والاقرب لغاية دلوقتي طبعا هو المان سيتي ترجمة نانسي قنقر